السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم متابعين جميعاً على قناة Infotech Free ومعاكم مروة سينيمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة هتكلم عن جيميني داخل جوجل وورك سبيس وجيميني داخل وورك سبيس أصبح متاح الآن والناس اللي ما تعرفش جوجل وورك سبيس أنا أفضل صغيرة عن جوجل وورك سبيس جوجل وورك سبيس هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والتطبيقات اللي شركة جوجل بتوفرها للشركات عشان تسهل العمل وإن يحصل عملية collaboration أو تعاون ما بين الموظفين وبعضهم البعض بناء على خدمات جوجل السحابية اللي معظمنا عارف هذه الخدمات اللي هي جيميل فور بيزنس والجوجل درايف والجوجل كالندر والجوجل شيتس والدوكس والسلايتس والجوجل ميت كل هذه الأبليكيشنز اللي بعضنا اشتغل عليها بالفعل موجودة داخل جوجل وورك سبيس ومخصصة أكتر فور بيزنس أو للتعاون ومشترك ما بين الموظفين بعضهم البعض في المزيد من التطبيقات والخدمات الموجودة ولكن تعالوا كده نبص على جوجل عملت إيه؟ جوجل دلوقتي قتاح جيمني داخل جوجل وورك سبيس عشان توفر وقته وتوفر مجهود من خلال المساعدة في كتابة الإيميلات في كتابة الكونتنت داخل الجوجل دوكس أو السلايتس أو أياً كان التطبيق اللي انت هتستخدمه داخل جوجل وعلشان تحصل على الجايد اللي منزله لك جوجل أو جيمني جوجل وورك سبيس برومت جايد وهو عبارة عن اسمه جايد بيرشدك لطريقة كتابة الأمر بشكل صحيح باستخدام الخدمات الموجودة داخل جوجل وورك سبيس عشان تحصل على نتيجة فعالة توفر عليك وقته وتوفر عليك مجهود عشان تنزل الجايد الخاص بكتابة الأمر بشكل صحيح اللود ان انت تدخل الفرست نيم واللاصت نيم والكمباني نيم الشركة بتاعتك او حتى لو البراند بتاعك اللي انت شغال عليه الايميل ادرس العادي بتاع الجيميل الجوب تايتل الفون نمبر والكونتري واول ما هتعمل سابمت هيبتدي ان هو يتحلك ان انت تعمل داونلود لهذا الجايد تعالوا كده نبص بصة سريعة على البرومتين جايد 101 من جوجل ونشوف ايه اللي موجود داخل هذا الجايد بعد ما نحمل الجايد او نعمله داونلود هو عبارة عن 45 صفحة ما احنا شايفين كده بيقولك ان هو بيساعدك في كتابة او اوامر فعالة عشان تكون الاوتكم بتاعتك من هذه الاوامر دقيقة وهنا بيقولك لما تيجي تكتب المفروض ان انت تاخدها في الاعتبار وبتبتدي ان انت تمشي معاك كده خطوة بخطوة لانه بيديك ممكن تاخد الامر دا تجربه على فكرة في جامني بشكل مجاني لان انت ممكن تاخد الطريقة دي تطبقها على جامني المجاني مش شرط تطبق داخل جامني الموجود فورك سبيس اللي هو بتضطر ان انت تتفعله عشان تستخدمه انت ممكن تستفيد هنا من الاوامر او طريق كتابة الاوامر على جامني نفسها وممكن نشوف الموضوع دا بشكل عملي مع بعض الامر اللي هو هندسة في الكتابة او طريقة كتابة صحيحة اللي هو بنسميه هندسة الاوامر هنا الجايد في writing effective prompts ليتكتب امر وبيديك example عليه في introduction الناس اللي شغالة في الناس اللي شغالة في الناس اللي شغالة في الناس اللي شغالة في التسويق الناس التنفيذيين والentrepreneurs اللي هم رواد الاعمال الناس اللي شغالة في الهيومن ريسورس او الموارد البشرية الناس اللي شغالة في ادارة المشروعات السيلز حاجة ادبانست شوية ان انت ترفع من طريقة كتابة الاوامر بشكل صحيح او دقيق هنا بيديك بقى step by step ازاي تكتب الاوامر بشكل عام دي كده حيبتدي ان يقولك بالنسبة للكاستمر سورفز ويديك امثلة على الكاستمر سورفز بيساعدك ازاي وايضا في الجزء المتعلق بالماركتين جزء المتعلق في البروجيكت كل جزئية بيساعدك طبعا احنا مش هنوض نشوف الكلام ده طبعا in details تقدر ان انت تخش عليه وعلى حسب الفيلد اللي انت شغال فيه تقدر ان انت تشوف الexamples وتبتدي ان انت تطبقها طبعا انت هنا لما بتبقى في في الاكاونت اللي هو البيد اكاونت المدفوع بيبقى الكلام ده موجود في كل تطبيق داخل الوركس بساعتك يعني مثلا موجود داخل جوجل داكس موجود جيميني هنا البرو موجود داخل جوجل داكس موجود داخل الايميل اللي هو جيميل موجود داخل كل أبليكيشن انت شغال عليه ولكن لو احنا حبينا نطبق الموضوع ده بشكل مجاني مثلا فسي مثلا انا هنا هياخد واروح على جيميني واروح عامل نيو شات وهنا في نيو شات مثلا هقول له تبتدي ان انت تشوف انت ممكن تكتب مثلا ايميل شكله عامل ازاي هنا هو بيديك فعلا ايميل تقدر ان انت تستخدمه علشان تبعت لي العميل اللي دايما بيتفاعل معاك وبيشتري منك اللي feedback session هنا هتحط انت بس اللوكيشن والديت والتايم واكيد اسم العميل الجميل كمان في جيميني ان هو بيديك كزا draft يعني draft 1 و draft 2 و draft 3 تقدر ان انت تتنقل ما بين draft ده الحد ما توصل لل draft اللي انت شايفه من وجهة نظرك هو ده draft meet your expectations او توقعاتك بيقابل توقعاتك فانت هنا بتختاره وتبتدي ان انت تستخدمه وتروح لي جيميل وتبتدي ان انت تحطه فيه هنا طبعا انت لو انت في البيت بالان بيبقى الكلام ده موجود داخل الapplication نفسه فما فيش مشكلة اطلاقا ان انت تستخدمه بشكل direct يعني عشان يوفر عليك وقته موجود ولكن ده لا يمنع ابدا ان انا استخدم الجايد ده وطريق كتابة الامر داخل جيميني المجاني نرجع مرة تانية كده لي البيدي اف بتاعنا هنلاقي بقى على كل جزئية التنفيذيين ورواد الاعمال ممكن يستخدموا ازاي الاوامر الشائعة شائعة الاستخدام بالنسبة دي زي ما قلت لك مثلا الشيف اوبريتنج اوفيسر الناس اللي شغالة في الماركتنج ممكن تقي برضو الهيومن ريسورس اوفيسر الناس اللي شغالة في الموارد البشرية زي تكتم ايميل بشكل مصبوط وعطيك اجزامبل على كل حاجة فالجايد ده مجاني وتقدر ان انت تستخدمه ده بمنتهى البساطة الجزء اللي كنت جاية تكلم عنه النهاردة وهو جيميني فور جوجل وورك سفيس برامت جايد تقدر دلوقتي تنزل وتطبق الاوامر ايضا على جيميني المجاني عشان تحصل ايضا على نتائج اتمنى تكونوا استفادتوا من فيديو النهاردة على قناة انفو تيك فور يو بنحاول نقدم لكم كل جديد وكل مفيد على قناتنا زي ما اقولك في نهاية كل الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت من متابعينا الاعزاء متنساش لايك وشير الكومنت دوم دوم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته